موسيقى أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان برحب فيكم باسم الرب يسوع المسيح بصلي أنك تتبارك من خلال هذه الحلقة واحدة من المواضيع المهمة جدا اللي طبعا بواجهونا فيها أحبائنا في كل مكان يعني عن هوية يسوع المسيح وطبعا في مواضيع عديدة التي تتعلق في هوية وشخصية ربنا يسوع المسيح ولكن اليوم رح نتكلم عن موضوع ما معنى المسيح كلمة الله كيف نفهم كلمة الله هل الكتاب المقدس بيتكلم عن شخص أم يتكلم عن الكلمة كما يقول كن فيكون رح نتعرف أكتر على هذا الموضوع بعد قليل وأنا متأكد من بداية الحلقة لربما فيه يعني شيء يثير ذهنك أو تساؤلاتك على فكرة أحب أسمع منك فيك تتواصل معنا عن طريق السوشال ميديا أو تتواصل معنا هاتفيا دايما بكل وقت منحب نسمع منك ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير اشتركوا في القناة أهلا حبائنا مشاهدين في كل مكان حديثنا اليوم في غاية الأهمية موضوع كتير كتير مهم وبهمك شخصيا ولسيما العديد الذي يتساءل ما معنى المسيح كلمة الله ومعنى الشخص المناسب والضيف المناسب هو كان عدة مرات على برامج ليكن نور وإحنا فرحانين جدا لأول مرة بنستضيفه في الستوديو الجديد ستوديو نور لجميع الأمم في هذا المكان دكتور سامح عزيز أهلا وسهلا دكتور سامح أهلا بك أسيس نظار وألف مبروك للستوديو الجديد شكرا جزيلا شكرا طبعا هذا موضوع أنا عارف أنه موضوع كبير بس أنت الشخص المناسب العفو وأنت كنت في طريقنا وإحنا قلنا بدنا نسأل الشخص المتخصص في هذا الموضوع وربنا يباركك خدمتك وحياتك مشهود لها شكرا فأنا بشكر رب من أجلك شكرا طبعا هو موضوع كبير فأنا عاوز أتكلم عن موضوع كلمة الله من عدة نواحي ولكن للشخص اللي بشاهدنا لأول مرة عاوز أتوضح فكرة كلمة الله كيف ممكن تعرفها أو توضحها نقدر نقول ببساطة أن المسيح اسمه كلمة الله أي المقصود بيها أنه هو بيعلن عن الله بيعلن عن الله أو أدق صحيح ما في المية الله معلنا الله معلنا ليه؟ لأن الله لأنه غير مرئي لأنه في طبيعته روح غير مرئي ولأنه عظيم بلا حدود ولأنه غير محدود فمقدرش أعرفه بدون أن يعلن عن ذاته فبالتالي لو أنا مثلا يا أسيس صامت مش بتكلم خالص مش تدري تعرفني وغير مرئي مش تدري تعرفني لكن حتى لو أصبحت غير مرئي وتكلمت كلامي بيعلن عني فده مجرد كلام طالع مني المسيح لقبه كلمة الله ومش مجرد كلام هو شخصية شخصية فهو دوره الأساسي كالكلمة أنه يعلن عن الله لأن الله أعلن عن ذاته من خلال الخليقة فلما أنظر إلى الخليقة أنا بشوف عظمة الله وسلطانه الغير محدود وزكاءه الغير محدود وقدرته الغير محدودة وحكمته الغير محدودة لك لسه مش عارف طبيعته لسه مش عارف طبيعته لسه مش عارف أدبياته وبيحب إيه وبيكره إيه طيب لو بعد كده الله أعلن عن ذاته من خلال الفطرة الإنسانية لما خلق الإنسان خلنا من داخلنا كده مش بنحب الشر ولما بنخطئ بنشعر بقلم داخلي نتيجة لوجود الضمير فعرفنا بعض الشيء عن الله أنه مش بيحب الشر وبيحب الخير بعد كده الإعلان زاد أنه أرسل أنبياء بدأوا يتكلموا عنه ظهر الأنبياء والأنبياء تكلموا عنه فتكلموا عنه جزئيا لكن لا يمكن يعبره عن الله بصورة واضحة كاملة الإعلان الكامل الإعلان الكامل لكن كان الحل النهيئي الرائع أن الله بنفسه يأتي إلينا هنا الإبن رب يسوع كلمة الله جاء فهو جاء عشان دوره الرئيسي يعلن عن الله وعلى فكرة يعني بسفر الرؤية يقول ويدعى اسمه كلمة الله يعني حتى اسمه كلمة الله فإذا لقب واسم أيضا نعم إحنا لما نتكلم عن الله وهو بيعلن الله أو الذات الإلهية معلنة من خلال الكلمة شخص المسيح فإذا نحن نتكلم على شخصية غير محدودة من قبل الأزل نعم كيف فينا نفهم موضوع كلمة الله من قبل الأزل في إنجليو حنق صح واحد عدد واحد الآية الشهيرة جدا في البدء كان الكلمة كان فكلمة كان تدل على وجوده قبل البدء وفي ترجمات كثيرة في بدء في أصلها اليوناني في بدء يعني نستطيع أن نرجع بأذهاننا إلى أي بدء نفترضه هنلاقي مش في البدء بدأ الكلمة لا في البدء كان أي أنه موجود قبل البدء أقول مثال للمشاهدين أنا جيت إلى استوديو أنت كنت موجود فأنت موجود قبلي نفس الفكرة البدء أي بدء بدأ الكلمة قبل البدء فهو أزلي وهو موجود كالكلمة أي المعلن عن الله في أمثال تمانية مثلا يضع لنا الكتاب المقدس تصوير عن ماذا يعمل المسيح ككلمة الله في الأزل كيف يعلن عن الله في أمثال تمانية عدد تلاتة وعشرين منذ الأزل مسحت وبدأ الآن منذ الأزل مسحت فالماسح موجود والمسيح موجود والمسح موجود فهنا يتكلم عن الله الواحد في أقانيمه الثلاث والمتكلم هو الممسوح فهو يقول منذ الأزل مسحت فهو أزلي طب ماذا يفعلك الكلمة أزلا منذ البدء منذ أول الأرض إذ لم يكن غمر أبدأت أي أبدأت في عملي الذي موسحت لأجله وهو الخلق إذ لم تكن ينابيع كثيرة المياه فعدد ستة وعشرين إذ لم يكن قد صنع بدأ يتكلم المسيح بدأ يتكلم عن الماسح إذ لم يكن قد صنع مش بيقول إذ لم أكن قد صنعت لأ إذ لم يكن قد صنع الأرض بعض ولا البراري ولا أول أعفار المسكونة لما ثبت هو المسيح هنا يتكلم عن الماسح لما ثبت السماوات كنت هناك أنا لما رسم دائرة على وجه الغمر لما أثبت السحب من فوق لما تشددت لما وضع للبحر حده لما رسم أسس الأرض هنا المسيح يصف الماسح بلغة العهد الجديد نقدر نقول أن الكلمة الإبن يصف الله باعتباره الذي يرسم الذي يرسم يقول كلمة خطيرة جدا في عدد 30 كنت عنده صانعا كنت عنده صانعا نقدر بمنطقة البساطة نقول أن الماسح اللي هو الله الأب يرسم الخليقة يرسم المشروع ويسلمه للإبن وهنا مسحه لمسئولية تنفيذ المشروع هنا السؤال الخطير الماسح اللي هو الله أين يرسم المشروع يعني لو رحت لأي مكتب هندسي بيكون عنده كمية كبيرة جدا من لوحات في القديم دلوقتي فيه أجهزة كمبيوتر وبرامج كمبيوتر يرسم المشروع المكتب اللي يرسم المشروعات يسلمه للمهندس التنفيذي هنا لو تخيلنا أين يرسم الله هذا المشروع في فكره في فكره من يفهم ما يدور في فكره الكلمة ومن يخرج هذا الموضوع إلى حيز التنفيذ ليعبر عن كل ما يدور في فكرة الله الكلمة وهنا اسمه الكلمة هنا هذا الاسم الجميل للمسلم كلمة الله المعلن عن الله فالله في داخله مشروع الخليقة المجرات والنبتات والحشرات والحيوانات والإنسان والإنسان بقوانين الفيزيكس المهولة بدوران الأفلاك بطريقة منظمة بديعة كل هذا المشروع المهول الذي يدور في فكرة الله من يعرفه ليعبر عنه واحد فقط الكلمة في نفس الإصحاح في آية 23 منذ الأزل مسحت مسحت وهنا الكلمة أزلي وهو الممسوح أي المعين لتنفيذ المشروع وهنا الماسح أزلي وهنا الروح القدس المسحة أزلي وهنا من يفهم ما يدور في فكرة الله كنت عنده صانعا فالله كل ما يدور في قلبه من مشروعات خاصة بالخليقة وغير الخليقة تدور في فكره من يعلم من يأخذ هذه المشروعات إلى حيث التنفيذ الله عنده واحد فقط والكلمة كان عند الله يحنى واحد واحد في البدء كان الكلمة أزلي والكلمة كان عند الله أزلا ماذا يصنع أمثال تماني يرد العهد القديم يرد والآية اللي بعديها في يحنى واحد آية اثنين كل شيء به كان نعم وبغيره لم يكن شيء مما كان أي أن كل المشروعات الإلهية التي تدور في فكرة الله لا يوجد إنجاز لنا أن نقول إلى مهندس تنفيذي واحد فقط فعندما فعندما نقرأ في البدء كان الكلمة فإحنا من روح لما قبل الخلق وهذا ما تريد أن تعبر عنه نعم نعم فالكلمة موجود قبل الخلق في البدء مش بدأة في البدء كانة في البدء الذي لا بدأت له في البدء الذي لا بدأت له وافترض أي بدء عشان كده في اليونانية مجهولة في بدء ليعطيك التخيل للرجوع بزهنك إلى أي بدء تريده مش هلاجي في البدء بدأة لا في البدء كان الكلمة أزليته أزليته كالكلمة أي أزليته في دور ويعلن عن الله في الأزل فإذا في الأزل كان يخطط للخلق نعم نعم طيب يعني إحنا مفهوم الكلمة هي أكتر موضحة في العهد الجديد ولكن خليني أرجع للعهد القديم نعم لأنه ذكرت أنه الحقيقة حقيقة الكلمة قبل الخلق نعم يعني منذ الأزل طب في العهد القديم هل في إشارات أو توضيح ليسوع الكلمة نعم العهد القديم كله موضوعه الأساسي هو يسوع الكلمة قبل التجسد في وجوده قبل تجسد فمثلا في سفر التكوين أصحح واحد في البدء خلق الله السماوات والأرض وقال الله ليكن نور وعمل الله والله الله الله تقريبا 45 مرة تقريبا نعم سبع أيام الخلق أول ما أفتح التكوين اتنين ألاقي واحد آخر اسمه الرب الإله يهوى إلهيم هو الشخصية التي برزت لأنه في سفر التكوين أصح واحد يشرح المشروع عموما لكن في سفر التكوين أصح علينا قبل هذه الصورة كان الصورة العامة لكل الستوديو نعم هذه النظرة العامة نعم وبعدين الكاميرا بتاعتك في ثلاث كاميرات في الستوديو نعم الكاميرا بتاعتك تسلطت عليك لأنك أنت اللي بتتكلم نعم تركيز تركيز لأنه يذهب إلى الغرض لما حضرتك بتتكلم الكاميرا فورا علي تيجي عليك لأنه بيريد أن المشاهد عشان كده الهدف من الخلق هو الوصول إلى الإنسان لأن الله خلق لأنه يحبنا فعشان كده في تكوين اتنين ظهر شخص هو يهو إلهيم الرب والإله وكل الجزء بدأ يتكلم عن دور الرب والإله هو الذي جبل آدم ترابا من الأرض وصنع الجثة ونفخ فيه في النصر الذي فيه فتحة نسمت الحياة فصار آدم نفسا حياة ويكمل الكلام عن يهو إلهيم الرب والإله اللي هو ظهرات الكلمة في العهد القديم عش كده الله لما كمل التواصل مع آدم قبل السقوط أو بعض السقوط وقال الرب والإله ليس جيدا أن يكون آدم وحده قبل السقوط طب بعض السقوط سمع صوت الرب والإله ماشيان في الجنة عنده بريح النهار فمن هو المسؤول أن يعلم الكلمة كلمة الله المسيح كلمة الله بس في العهد القديم قبل التجسد يعني أنت بتكلم على لغة التواصل شكرا كان بيتواصل مع آدم نعم عش كده يعني لو عشان المشاهد نفهم بأمثلة خلينا نقول أن كلمة الله هو وزير الإعلان وزير الإعلام عن الله هو المعلن عن الله المعلن عن الله ولا يستطيع أن يعلن عن الله شخص أقل من الله نعم لو في سفر يعني في آية كتير حلوة اللي بتقول أنا هو الألف والياء بيتكلم عن تعبير اللغوي نعم اللي هو يعني به كان كل شيء نعم هو الألف هو البداية وهو الياء وهو ما بين الألف والياء نعم فعش كده نحن في سفر يعني أقصد لغة التواصل شكرا فاستخدام استخدام الحروف نعم اللغوية ليتواصل ليتواصل معنا ليتواصل معنا وهكذا الكلمة المسيح كلمة الله هو الوحيد المسؤول أنه يعلن عن كل ما يدور في فكرة الله مش فقط من مشروعات لكن حتى يعلن عن طبيعة الله ممكن تعطينا أمثل من العهد القديم يعني كيف كان يعلن ومع من مع من مثلا لما قيين قتل هبيل هل الله مازال يحبه بعد أن قتل نعم هل الله حزين على القتل نعم هل الله يرغب في توبته نعم هل الله عنده رغبة أن يغفر نعم من يعلم من يعلم الكلمة فنلاقي أن يهوى الهيم الرب والإله جاي لقين جاي لقين ما هذا الذي صنعت إيه اللي أنت عملته ويبدأ في أسئلة استجوابية ليقودوا للاعتراف ليقودوا للاعتراف أين هبيل أخوك سؤال سؤال محرج ويعبر عن الحزن العميك اللي في قلب الله ماذا صنعت فرح رد عليه رد وقح رد وقح يدل على وقحة الإنسان حتى بعد السقوط لا أعلم كاذب أحارس أنا لأخي وبالرغم من هذه الوقاحة يستمر في التعبير عن المحبة وهذا شيء مذهل أسيس نظار مذهل حتى مع سقوطنا وكرهيتنا لله ومع وقحتنا ورفضنا لماذا محبا من الذي يعلن المسيح قبل التجسط طبعا فعشان كده بيستمر في دوره في الإعلان عن الله فالله لم يره أحد قط بلغة العهد الجديد الإبن الوحيد الذي هو في حدنا الأب هو خبر هو أعلن هو أعلن بعد كده تتوالى الأمور بعد قيين ييجي أشهر شخصية في علاقة عميقة مع الله إبراهيم والظهورات الإلهية لإبراهيم ظهر له في العراق في أوري الكلدانيين وأيضا بعد إبراهيم ييجي إسحاق وبعد كده ييجي عقوب وفي الطريق يظهر لأبي مالك الملك الفلسطيني في حلم ويأتي لفرعون في حلم صح من هو من زلزي يأتي من ده من هذا هو الشخص العظيم فهمنا من كل العهد القديم أنه هو الكلمة المعلم حتى ظهراته في العهد القديم كملاك العهد أو كملاك الرب شكرا إحنا بنتكلم عن شخصية يسوع نعم شخصية يسوع قبل التجسد قبل التجسد نعم الكلمة لأنه الكلمة أزلي والكلمة موجود في العهد القديم فالله دخل في عهد مع شعب إسرائيل من الذي سيأتي ليقطع العهد الكلمة المسيح الرب عشان كده كلمة الرب في العهد القديم يهوى ترتبط بقطع عهد مع محبيه نعم فعشان كده هو اللي جاء على جبل سينة نعم ولما جاء على الجبل زلزلة ورعود وبروك لأنه يعلن عن مجد حضوره كالكلمة الأزلي المعلن عن الله وهو يقطع عهد مع شعبية في العهد القديم وتتوالى الأحداث ويظهر لمنوح ويصعد في نار منوح له أبو شمشون نعم تمام ويصعد في نار الزبيحة وحتى بعد السبي يأتي في بابل الرابع الشبيه بابن الأليهة من مين الرابع الشبيه بابن الأليهة طبعا إحنا بنتكلم عن الفتية الثلاثة في أيام الملك نبخد نصر ملك بابل نعم قبل فترة نبخز نصر ما يسبي شعب إسرائيل كان المسيح الكلمة موجود في أرشليم في حضور الله في الهيكل وهذا الحضور الإلهي ممثل في عمود السحاب وغادر السحاب سفر حسقيال بيشرح مغادرة المجد اللي هو يعبر عن حضور الله معلنا من خلال الكلمة في وسط الشعب وغادر المسيح بمظاهر المجد المحيط به إلى السماء وفوجئنا به يأتي في بابل في أتون النار من يتوقع أن الله يأتي في أتون النار لنرفض السجود للتمثال نعم لما أراد نبخز نصر أن يرغم الجميع على السجود للتمثال الفتية الثلاث رفض السجود وهدتهم بالطرح في أتون النار وقالوا له نطرح في أتون النار لا يمكن أن نسجد وسواء يوجد إلهنا يستطيع أن ينجينا وإن لم ينجينا نموت حرقا لكن لا نسجد لتمثال الزهب لأنه يعبد الله فقط وطرحهم في أتون النار وفجأة نبخز نصر يرى في الأتون الرابع الشبيه بابن الأليهة ثلاثة طرحهم لا هم أربعة من هو الشبيه بابن الأليهة المسيح المسيح في أحد الظهورات فهو بيعلن لنبخز نصر أن الله الحي الحقيقي إله شدرخ وميشخ وعبدناه موجود ويحميهم وقادر أن يطفئ قوة النار وهذا سبب أن نبخز نصر يعيد تفكيره في الأليهة الوثنية وهو بيعبدها وبدأ يطرح هذه الأليهة جانبا وهنا أهمية الإعلان الإلهي للنفس أن المسيح يعلن عن نفسه للجميع عشان كده في العهد القديم يأسيس نظار من ضمن الحاجات المزهلة أنه لا يعلن فقط عن نفسه في وسط إسرائيل لكن يعلن عن نفسه في وسط الأمن ويذهب لفرعون في حلم إمبراطوريا المصرية ويذهب لأبي مالك الملك الفلسطين أيام إبراهيم وأيام إسحاق ويذهب لنبخز نصر في ظهور في أتون النار فمعنى كده أن المسيح الكلمة في العهد القديم لا يحب إسرائيل فقط لا يحب جميع الناس وده يؤكد الإعلان اللي بيقوله العهد الجديد أن هكذا أحب الله العالم فمحبة الله للجميع معلنة في العهد القديم طيب إحنا رح يعني نقفز بالتاريخ لفترة التجسد لأننا عاوزين كمان لب الموضوع لكن أحب أخذ فرصة أن أشجع كل مشاهد إذا عندك بعض التساؤلات عن من هو المسيح وبالتحديد كلمة الله أو شو رأيك في هذا الموضوع بحب أسمع منك فيك تتواصل عن طريق الهاتف وفيك أيضا تتواصل معنا عن طريق السوشال ميديا دايماً منحب نسمع منك سأعود بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر أهلاً أحبائنا مشاهدينا حديثنا في هذه الحلقة مع دكتور سامح عزيز عن موضوع ما معنى المسيح كلمة الله شرحت لنا بشكل مختصر عن الكلمة قبل الخلق والكلمة وظهراته وتعاملاته بفترة العهد القديم ولكن عاوزين نصل لب الموضوع اللي هو التجسد في العهد الجديد في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله يعني بيتكلم بشكل قاطع والكلمة صار جسداً وحل بيننا ورأينا مجده مجداً كما لوحيد من الآب مملوءاً نعمة وحقاً طبعاً بالنسبة لنا نحن نؤمن المسيح كلمة الله كثير من أحبائنا مشاهدينا يؤمنوا أن الكلمة يعني أن المسيح مخلوق لأن الله قال كن فيكون هذا المفهوم ولكن هل هذا هو المفهوم اللي نحن نتكلم عنه أم نتكلم عن مفهوم أعمق من المفهوم كن فيكون طبعاً مفهوم أعمق يا أسيس نزار زي ما حضرتك تفضلت وذكرت لأن الكلمة اللوجس معروف في وسط اليونانيين باعتباره هو الذي خلق وهنا كتبت العهد الجديد كلهم بيقولوا لليونانيين أن هذا اللوجس هو يسوع هو يسوع عشان كده في جملة واحدة من ثلاثة مقاطع مختصرة قاطعة حدك السيف يحكي عن ثلاث أفكار عميقة جداً عن المسيح الكلمة في البدء كان الكلمة أزليته وزي ما تحدثنا سابقاً وزي ما تحدثنا سابقاً في بدء لتقترح بمخيلتك أي بدء تريده كان وكيف للمحدود أن يفهم الله محدود هنا لابد من الاتضاع والإعلان والاستنارة وهذا يأتي مع قلبه متضع باحث لأشك أن كل باحث مخلص غير المحدود يأتي له بالفهم كلنا يا السيس يعني أنا في يوم الأيام كنت خاطي وشرير وبعيد جداً عن الله ومحدود في خطيائي والله تحدث إلي من خلال الكلمة المقدسة وأقنعني وغير حياتي وأنا عارف أن الله حصل معي حصل مع حضرتك وحصل مع ملايين الملايين وسيحدث مع الملايين والكلمة كان عند الله أحد العارفين باليونانية قال لي أن كلمة عند عند المستخدمة في اليوناني تعني عنده في مساواة وألفة عشان كده كلمة عنده في الأصل اليوناني تدل على ألوهية الكلمة كان عند الله في مساواة وهذا اللي بنعرفه عن أقنوم الكلمة أنه لم يحسب خلصة أن يكون معادلاً لله ومرة جاء الأبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل بيعلن عن المعادلة المعادلة الأقنومية وكان الكلمة الله أي في طبيعته وهو موجود عند الله موجود بطبيعته الإلهية وهو عند الله أنا دائماً يا جسيس بحب أعمل أقول وأطلب من المشاهدين أنهم يتخيلوا يكتبوا جملة زي كده مثلاً عن رئيس الملائكة مثلاً ميخايل فلما لو تكلمت عن رئيس الملائكة ميخايل مش أقول في البدء كان ميخايل لا لأن ميخايل خلق فقدر أقول في البدء خلق ميخايل طيب والجملة التانية والكلمة كان عند الله أقول مكانها وميخايل كان عند الله لكن هستخدم كلمة في اليوناني عنده بس أقل الكلمة المستخدمة هنا والكلمة كان عند الله في مساواة لو تكلمت عن ميخايل هقول مش أزلي مخلوق نعم الكلمة غير مخلوق الكلمة أزلي في البدء كان لو هتكلم عن الملائكة اللي هم قبل البشر أولف البدئي خلق ميخايل أو جبرايل أي كان من هذا الملائك وجبرايل أو ميخايل كان عند الله بس مش هستخدم الكلمة اللي هي عندها تدل على المساواة والأولفة لا هستخدم كلمة التي تدل أنه أقل لأنه مخلوق وعبد والجملة الثالثة وكان الكلمة الله دي طبيعته اللهوتية أقدر أقول وكان ميخايل ملاكا مش زو طبيعة إلهية لو هتكلم عن آدم في البدئي خلق آدم مش كان زي المسيح وآدم كان عند الله بس عند أقل وكان آدم إنسانا كان ميخايل ملاكا كان الكلمة الله ويستخدم نفس الكلمة في اليونانية زيوس المستخدمة عن الله والكلمة كان عند زيوس وكان الكلمة زيوس يعني أي الكلمة كان موجود عند الله وهو موجود عند الله موجود بطبيعته اللهوتية نعم عند الله هذا اللي هو الكلمة بطبيعته اللهوتية كان في البدء عند الله دي الآية التانية بعد كده بدأ يتكلم عن اللي به مش عنه هو نعم عن اللي به هنا مسئوليته في الخلق زي ما تكلمنا في الجوز الأولاني الله صمم مشروع الخليقة وسلم هذا المشروع للكلمة ليعلن عن الله فكل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان نعم ثم تكلم عن ما فيه فيه كانت الحياة ودي نقطة نتكلم عليها لاحقا لما نتكلم عن دور المسيح كالكلمة في إصغار الحياة الأبدية الحياة الجديدة عشان كده كان أزلا في البدء كان عند الله في مسواة كل ده إيمان بمن هو الكلمة فهو الأزلي ده رقم واحد رقم اتنين كان عند الله في مسواة فهو أقنوم معادل رقم تلاتة طبيعته هو الله في طبيعته في كيانه الجوهري في عبرانين واحد يقول عنه رسم جوهري أو في كلوسي واحد فيه يحل كل المسيح أي ملء اللهوت ثم ما كان به كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان طب ماذا فيه فيه كانت الحياة طب ماذا حدث في الزمن تجسد الكلمة صار جسدا وحل بيننا فالذي كان في البدء قبل البدء والذي كان عند الله والذي هو الله في الزمان صار جسدا هل بعد ما صار جسدا كفى عن كونه الكلمة لا عش كده بعدها يقول لنا الله لما يرى أحد انقطع الابن الوحيد مش اللذي كان ولا الذي صار الذي هو الذي هو أي ما زال هو الكلمة الموجودة عند الله في ألوهيته لكننا نراه الآن متجسدا أمامنا فما نراه أمامنا يسوع هو فيه إنسانيته له حدوده لكن فيه ألوهيته غير محدود وكل معالمة الألوهية ظهرت عليه يعني أنت وأنا عارفين أنه كمان لما كتب يحنى بوحي من الروح القدس كان بحارب بدعة نعم وهي البدعة بدعة الغنوسية اللي بترفض أنه الله يعني يصير جسد والجسد مادة نعم والمادة شر نعم فبحددوا الله نوعا ما شاركنا شوي في الموضوع شكرا يا أسيس الغنوسية فلسفة شيطانية نعم أحد الفلسفات الشيطانية وأحد الضلالات اللي اخترعها مصنع الضلالات الشيطان نفسه الشيطان في الكتاب المقدس أول مهمة ليه هي الضلال والضلال ده نور إحنا حاليا في الستوديو ففيه نور والبرنامج ليه يكون نور عكس النور فيه ظلمة الظلمة الحالكة الضلال أكثر خطرا من الظلمة لأن الضلال مازيج من النور مخلوط بالظلمة فيوجد الحق ده صافي ويوجد الكذب صافي ويوجد الضلال ده مازيج من الحق والكذب أنا متأكد أن هنا مش صم هنا في قهوة وأنا وإنت من محبين القهوة كاسك شكرا من أجل الجهوة يا جسيس لو جبت لك كوب عسل عسل صافي رائع لو جبت كوب مليان بالسم ده سم صافي معروف قاتل لكن لو مازجت شوية سم جوة العسل وقدمتهم للضيوف بتوعي باعتبارهم هيدوجوا رائع عسل لكنه بعد شوية هيموت الضلال كده الغنوسية وما شبيه لها كده الغنوسية شهود يهوى جيزوس أونلي كل دي بدعة يا صحدي كل دي وكل ما غيرها من ضلالات مازيج من الحق والكذب والإنسان لكل التمييزه أو لرغبته في عدم التمييز أو لأنه لا يريد أن يبحث أو لأنه يحب الضلال يأخذ الضلال باعتباره هو الحق ودي الكارسة الغنوسية كده بعض الحقائق الصحيحة مخلوطة مع بعض الحقائق الكذبة وأنتجت الغنوسية فبيؤمنوا بالله نعم وبيؤمنوا أنه روح صح وبيؤمنوا أن الله خير صح لكن بدأ الكذب يدخل بما أن الله روح والله خير بعد كده بدأ يقول أن المادة شر آه دي كذب المادة شر دي كذب وممكن يقنع الناس أن المادة شر من خلال اليوم شوف اللي طالع من الإنسان شرور شوف اللي طالع من الحيوان شرور شوف نباتات سمة دي شرور فمستحيل يكون الله شر آه شر فبيقولوا أنه المادة لأنها شر فمستحيل يكون الله الخير هو الذي خلق الشر طب إيه رأيكم الغنوسين من الذي خلق بينادوا بكذبة أخرى إيه إن هناك انبثاقات خرجت من الله كائنات أقل شأنا من الله أقل درجة أقل درجة ثم ظهر من الأقل أقل ومن الأقل أقل 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 إلى أن وصلنا إلى قاع ما ظهر كائن بإمكانيات إلهية لكنه شرير هذا الكائن هو الذي خلق المادة وهذا الكائن ده سموه اللوجس عايزين يقولوا إنه هو ده اللي خلق هنا بدأ بوليس يرد عليهم لأن هذه الفلسفة بدأت تخذوا الكنيسة في كلوسي وهو لم يكن ظهر الكنيسة ولا هو الأسسة أسسها واحد تاني وهو كان في السجن فشعر بالخطر الذي يهدد الكنيسة ليه لأنه عندنا في كلمة الله الذي خلق هو الإبن وإذا كان عايز يقول إن الإبن هو هو هذا المنبثق من الله الأقل شأنا من الله معنى كده إنك انت دمرت الإيمان الذي ينادي بوساطة المسيح المسيح حوله وسيط بين الله والناس مش كده فإذا شوحت الوسيط لن ألجأ له وبالتالي سأهلك وده غرض الضلالة كل ضلالة غرضها تشوه المسيح وتقلل من شأنه لتظهره إنه أقل شأن من الله يعني فيه ضلالات كتير قوي بتظهر المسيح أقل شأن من الله بس حلو مسيح حلو شخص حلو بس أقل شأن مثلا مجرد إنسان لا والرسول يحن يعني تكلم عن الذي ينكر الآب والابن وينكر التجسد طبعا أنه جاء في الجسد طبعا أنه بقول لك حاشا لله أنه يتخذ جسد يعني الله بجوعه بياطش وكالة بتعرف كل الأشياء اللي بنسمعها ما زلنا حتى يومنا هذا نعم الغنوسية جالت الكلام ده من ألفين سنة نعم من ألفين سنة أنه مش عايزين لأنه بينظر إلى مادة شر مع أن المادة ليست شر الشر النابع من قلب الإنسان الفاسد لكنه لم ينبع من مادة دي مادة التربيزة الحلوة الجميلة دي مادة للستوديو ده مادة هذا الجسد مادة مش هو المشكلة المشكلة في الخطيئة السكنة المشكلة بيبتدي في التنازلات حتى ينكر بالكامل هوية يسوع يعني بيوصل لدرجة أنه طالما هذا المادة شر فلنأكل ونشرب لأننا غدا نموت وبتنشر الإباحية نعم انتشرت الإباحية لأنه يعني أفتر أول أنه الجنس والشهوة كله هذا ما هو في الجسد والجسد زائل مادة شر اللي الله بهمه الروح عارف التطورات هاي اللي بتعطي تشريع للزنا والشهوة والإباحية وكل من هذا باسم الدين أو باسم التدين ودي الغنسية نعم لأنه لما قالوا أن المادة شر رفضوا التجسد لأنه مستحين أن الكلمة يصير جسدا لأنه سيصير له جسد مادي وبالتالي سيصير شرا فأنكروا التجسد وظنوا أن يسوع مجرد خيال روحي ظاهرة روحية في شكل مجرد مادي للدرجة كانوا بيقولوا إيه أسيس أنه لما بيمشي أقدامه لا تترك أثر على الأرض لإشعة الخرافات نعم والعالم مستعد تماما لتقبل الخرافات وبالتالي أنكروا التجسد وبالتالي جالوا جالوا حاجة أوحش بما أن أنه الله مستحيل يكون متجسدا وبالتالي مستحيل يصدر أي شيء منه يخلق حاجة شر فبدأوا يشويه إله العهد القديم بدأوا ينظروا إلى إله العهد القديم باعتبروا مش هو الله الحقيقي لا لا خالص بدأوا يتكلموا أن إله العهد الجديد هو الله الحقيقي وإله العهد القديم مش هو الله الحقيقي عشان كده هذا الأمر سبب تشويه في الناس في الناس لأنه لما بنرى بنرى عقوبات اللي هي كثيرة للبشر بسبب ابتعاتهم عن الله في العهد القديم لأن الله قاضي من حقه أن يعاقب بدأوا ينظروا إلى إله العهد القديم مختلفا عن إله العهد الجديد حتى الغنصية نظرت هذه النظر نعم نعم عشان كده بدأ بولس في رسالة كولوسي يرد عليهم في ردود المتتالية أنه لا لا مختلفاق لأنه خلق هو كائن شرير منبثق أقل درجة من الله والغنصية بدأت تضع له صفات أخرى أنه يجهل الله ومش بس كده ده صار عدوا لله فصار في سراع مع الله وهيك الضلالات بتبتدي يا أخ سامح نعم التنازلات تبتدي تنكر بالوحي تبتدي تنكر صحة الكتاب تبتدي تنكر قصة العهد القديم القليقة وا وا إلا كريه لحد ما بيبتدي بيوصل لدرجة الإباحية خلاص يعني بيكون ترك كامل مش بالصدفة أنا فاته على يعني رسالة كولوسي الإصحاح الأول بقول عن يسوع فإنه فيه خلق الكل ما في السماوات وما على الأرض ما يرى وما لا يرى يعني هنا بردع الغنصية ما يرى وما لا يرى سواء كان عروشا أم سيادات أم ريسات أم سلطين الكل به وله قد خلق الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل يعني واضح جدا في الحديث نعم نعم عشان كده بدأ يتكلم عن المسيح باعتباره صورة الله صورة الله استخدم كلمة في اللغة اليونانية أيكون باعتبار الكلمة دي فيه معناها أنه صورة تبقى الأصل تبقى الأصل صورة تبقى الأصل للدرجة أن الكلمة التي استخدمها في آيكون جاية من كلمة تاني في السياق اليوناني في هذا الوقت أثناء كتابة الرسالة عندما يريد أحد أنه يعمل صورة من وثيقة قانونية فعشان خاطر الصورة الجديدة تكون صورة تبقى الأصل من الوثيقة القانونية لتحاشي الكذب والضلالات والاحتيالات اللي بتحصل بين الناس عشان الوثيقة القانونية فكان لابد أن هو يضع ختم ما فيه كل الصفات والملامح الأساسية للصورة الأصلية وهنا دي كلمة آيكون معنى كده أنه الآيكون دي كلمة صورة هنا معناها تحمل كل الملامح الحقيقية والأساسية للأصل وهو رسم جوهره وهو رسم جوهره هنا المسيح صورة الله غير المنظور فبالتالي يحمل يحمل في شخصه كل الملامح بتاعة الله أنا حابب أنه يعني نحكي هذا في حلقة كمان لنعاوز نتوسع بهاي الفكرة لأنه هو نفس الهجوم على الكلمة أو صورة الله إلى آخره بس إحنا نتكلم عن الكلمة المتجسد إيه يعني لو حبيت تلم الموضوع يعني المسيح كلمة الله في العهد الجديد أو في التجسد إيه اللي ممكن نفهمه رقم واحد العهد الجديد يعلن أنه الأزلي في البدء كان الكلمة زي ما تحدثنا سابقا رقم اثنين بيتكلم عن المعادلة الأقنومية والكلمة كان عند الله وده مستند أيضا على أمثال تمانية اللي تكلمنا عنه سابقا رقم تلاتة في طبيعته هو الله ذاته نعم رقم أربعة هو الخالق كل شيء به كان وبغيره لما يكون شيء مما كان رقم خمسة لما صار جسدا ما زال هو الله كله نعم مش جزء من الله عش كده فيه يحل كل الملء وبالتالي لو المسيح يسوع ده هو الله لابد أن أرى فيه كل ملامح الألوهية نعم بعض بعض الأمثلة بعض الأمثلة لابد أن أرى فيه القوى المطلقة لابد أن أرى فيه العلم المطلق لابد أن أرى فيه القدرة على الخلق لابد أن أرى فيه السلطان المطلق فهو كان له السلطة على الطبيعة على البحر والريح والسمك والشياطين والأمراض له القدرة المطلقة أنه يأمر ممن الذي يقدر أن يقول كن فيكون إلا الله ذاته فلما يأمر لعازر هلما خارجا بعد أن أنت ويخرج من هذا التلاميذ نفسهم لأنه كانوا لسه بيتعرفوا به لما أسكت البحر والريح بكلمة من هذا فإن البحر الريح والبحر يطيعانه لما الشياطين تراه وتعترف به الشياطين تعترف به والبشر لا يعترفوني يا جسيس للأسف شاف نجاح الشيطان في إهلاك البشر لأنهم لو عرفوه لأحبوه وطلبوا منه الغفران فلما رأوه قالوا له من نحن نعرفك أنت ابن العلي أنت ابن الله وأجئت قبل الوقت لتهلكنا هم عارفين أنه سيأتي وقت عندما يقبض عليهم ويترحهم في الجحيم الأبدي بس هم عارفين أن التوقيت لم يأتي بعد فلما شافوه خافوا واستغربوا تعجبوا لم يأتي الوقت بعد له القدرة المطلقة على غفران الخطايا ما إذا كان هذا هو الله إذن أأتي له بخطاياي ويغفر نعم وده اللي احنا اختبرناه في حياتنا وده اللي جاله الكتاب عنه امرأة في المدينة يعني الكلمة ما زال يعمل حتى يومنا هذا نعم نعم وهو دوره الآن مش بس دوره في الماضي عند وقت تجسده من ألفين سنة لكن ما زال المسيح كالكلمة يعلن عن الله الآن كيف مثلا يقول أخبر باسمك إخوتي ما هو الابن الوحيد الذي هو في عدنا الآب هو خبر وما زال يخبر عندما نجتمع معا في اجتماعاتنا نأتي بكل اتضاع لنصلي يأتي في وسطنا وده اللي بنشعره لما بيأتي في وسطنا ويتحدث إلينا أنا فاكري أسيس قريبا كنت في أحد الدول وبعد كده بقول لإخوتي بعد محاضرة تعالوا نركع ونصلي والرب جيب حضور إلهي ثقيل جدا كثيف جدا للدرجة أننا جعدنا 45 دقيقة اللي واجف واجف واللي راكع راكع واللي جاعد جاعد واللي رفع إيده رفع إيده محدش جدر يتحرك من مهابة وهيبة حضور الله في وسطنا بطريقة مهولة بعد 45 دقيقة قدرنا نتحرك حتى بعد ما غدرنا القاعة يا أستيس نزار ودخلنا قاعة أخرى في بعض الأحباء دخلوا نفس القاعة فشعروا وجوم جالوا لنا وكان فيه إيه بيحصل هنا حكنا لهم ما زال إلى الآن يحضر في وسطنا ما زال يأتي في الرؤى وفي الأحلام وفي الزغرات الكلمة يعلن عن الله ويا ما قلوب قاسية جدا قاسية جدا قابلت بنفسي واحد من القاعدة واحد من داعج قتل كل واحد منهم قال لي أستيس قتلت حوالي 30 وحد وضمائرهم مدمرة في عذاب من القتل في عذاب وهنا بديت أدرك إزاي أن هؤلاء القتلة ما زال عندهم الضمير المتحدث اللي بيقاوم الشر اللي بيقوله وقف توقف وكتر الشعور بالذنب أراد أن ينتحر لكن الكلمة بيجي له في حلم حلم نفق مظلم ونور في آخر الطريقة نور في آخر النفق دوق سنتين هذا الدوق يمنعه من الانتحار إلى أن تقابل معه يعلن وانا عارف أنه عندك اختبارات أكيد الكلمة يغير لأنه الكلمة وهو مازال يعلن كلمته في حياة الكاثرين نعم يعني عاوز يعني إذا عاوز ألم الموضوع أنه إحنا شفنا الكلمة قبل الخلق نعم وسيحته منذ الأزل منذ الأزل وبعدين شفنا الكلمة في الخلق نعم ويعني في العهد القديم نعم في العهد القديم في العهد القديم وشفنا الكلمة في يحنى واحد في البدء كان الكلمة وانت شرحت أزلية الكلمة معادلة الكلمة يسوع بالله وطبيعته الإلهية الإلهية وعم نشوف أن قوة الكلمة أو الكلمة مازال يعمل أخبر باسمك إخوتي إخوتي أو إخوتي طب سؤال هل في بعد عمل الكلمة مستقبلا أو في الأبدية نعم حتى آخر سفر في الكتاب المقدس أول آية أبو كاليبسو إيسو كريستو إعلان نعم يسوعا مسيح الذي أعطاه إياه الله آه ما زال الله يعلن عن نفسه من خلال الكلمة في كل الأمور المستقبلية إذن حتى كل الأمور المستقبلية التي ستحدث الكلمة بالفعل أعلن عنها في آخر سفر في الكتاب المقدس وهو سفر الرؤية يوحن اللهوتي نعم وأيضا وأيضا في الأبدية عندما نصل إلى السماء الجديدة والأرض الجديدة هو الذي هيصنع السماء الجديدة والأرض الجديدة نعم وهو في الأبدية سيستمر في الإعلان عن الله وإحنا في الأبدية عندما نصل إلى المجد عندما نصل إلى السماء سيظل الكلمة في دوره مش فقط أزلا أعلن والعهد القديم أعلن وفي التجسد أعلن والآن يعلن لكن سنزلنا سنزل نعرف الله في الأبدية من خلال الإبن ما الإبن الوحيد مش الذي كان والذي صار الذي هو في حدنا الآب هو خبر وهو يغبر وهو سيغبر طول الأبدية عش كده سنذهب إلى السماء سنراه في وسط العرش نعم سنراه في وسط العرش وستستمر معرفة الله من خلاله رسول بوليس يقول الآن نعلم بعض العلم لكن هنائذ سأعرف ستستمر المعرفة معرفة الله والعلاقة مع الله طول الأبدية من خلاله فهو الكلمة في الأبدية يعني أبقى بقرأ الآية في سفر رؤية يوحن اللهوتي صاح 19 بقول فإن شهادة يسوع هي روح النبوة نعم فإذا كلمة الله يعني هي كلمة يونانية مثل ما ذكرت العقل الإلهي نعم لكن يوحن عاوز يعرفنا الكلمة شخص شخص وهذا الشخص هو يسوع المسيح نعم في اليونانية اللوغس هو العقل الإلهي وفي اليهودية الحكمة تكلموا كتير العهد قديم تكلم كتير عوان الحكمة فكتبت العهد الجديد بيقولوا لليهود أنه الحكمة اللي أنتو بتحدث عنه ده شخص وبيقول لي اليونان اللوغس العقل اللي أنتو بتحكوا عنه ده شخص يسوع يسوع مشان هيك رسالة يحنى مش بس كان يحارب البدع رسالته إلى كل العالم المسيح مخلص العالم العالم شيء آخر أظهره المسيح اتكلم عنه أيضا يحنى في الرسالة الأولى ما يسمى الحياة الأبدية الحياة الأبدية إحنا ما نعرفش الحياة إحنا بسبب الخطيئة والسقوط نعرف الموت فإن الحياة أظهرت فإن الحياة أظهرت الحياة فيه أزلا الحياة دي ذات حياة الله لأن احنا نؤمن أن الله حي نعم ما نوعية حياته يعني أنا أنظر أسيس نظار إلى شجرة حية بس فيها نوع حياة مختلف عن اللي فيها فيها حياة اسمها الحياة النباتية ده نوع صنف مفهوش مشاعر مجرد جسم بلا نفس وبلا روح لو نظرت إلى الحيوانات ممكن ألاقي كلب أنا قاعد عند بيتر في البيت تمام فعنده كلبي بيحبه كل مرة بندخل البيت استقبال حافل ليه؟ لأن فيه نوع أعمق من التواصل ليه؟ لأن الحيوانات فيها نفس والإنسان في نفس ففيه تواصل على المستوى النفسي للدرجة هو بيشعر لو أكنت حزين أو أكنت فرح لكنه ما يقدرش يفهم لأنه ما فيهوش روح فعشان كده ما فيهوش تواصل لو شفت إنسان إحنا جاعدين مع بعض فيه تواصل كامل ليه؟ لأن فينا نوع آخر من الحياة عبارة عن روحه ونفسه وجسد ففيه روح إنسانية عقلة وفيه فكر وفيه إرادة ففيه فهم للشعر فيه فهم للكتابات فيه فهم للنقاش فيه فهم للتاريخ فيه 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 طيب لو الله حي ما نوح حياته نوح حياته يحدثت عنها الكتاب مقدس اسمها الحياة الأبدية عشان كده ما اسمهاش حياة أبدية كان فيه منها كتير لا اسمها الحياة وبدقيقة أخ سامحي إحنا رح نختم الحلقة إذا ممكن تقدم هذه الحياة لكل مشاهد محتاج الحياة الأبدية بقول لكل أحباء المشاهدين نحن أموات بسبب الخطيئة المسيح جاء الذي فيه الحياة مستعد أن يعطيك هذه الحياة إذا طلبتوا من قلبك إذا كل مشاهد من أحباءنا طلب من قلبه حتى لو لا يؤمن بالمسيح فقط يصرخ من الله لله يقول له يا رب أنا ميت أنا خاطي أنا مش جادر أوجه في خطيئة مش جادر أوجه في سقوط أنا متأكد أن الله يريد أن يعطي الحياة لأنه هو الوحيد الذي يقدر أن يحيي والمسيح فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس وكل من يؤمن به لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية أمين أخ سامح يعني خصارة أنه هيك الوقت أزف ولكن بنعمة رب رح نكون في حلقة أخرى مع بعض إخوتي وأخواتي بتمنى من كل قلبي أنه يعني فهمت هذا الموضوع إذا عندك تساؤلات بكل صرور منحب نسمع منك يعني إحنا لما نتكلم عن يسوع كلمة الله إحنا مش بنتكلم على مخلوق يعني قال الله كن فيكون لا نحن نتكلم عن الخالق أو علة الخلق وهو اللي جاء حتى ومكتوب أعطانا حياة أبدي وأعطانا البصيرة الروحية وهي الحياة من خلال معرفتك للرب فأنت بتتغير وتأخذ هذا الحياة ومش أي حياة هي حياة ذات الله نفسه حياة ذات الله لأن الإنسان خالد فقبولك ليسوع المسيح عندها تتمتع بالحياة الأبدية نعم في هذه الحياة لابد أن تواجه الألم والضيق والإطغاض ولكن عندك حياة أبدية وهذه الحياة الأبدية الموت هي مجرد انتقال من هذا العالم إلى العالم الآخر فأنا بصلي من كل قلبي أن تقبل الكلمة وأن تقبل الإبن لألا يغضب وتتوج ربا ومخلصا على حياتك رب يبركك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر